يواصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته التفاقدية التي بدأها أمس بمدينة شرم الشيخ لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة كما تبع رئيس الوزراء عرضا قدمه محافظ جنوب سيناء خالد فودة حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ كذلك التقى رئيس الوزراء مع مجموعة من المستثمرين السيحيين بالمدينة لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ خلال نوفمبر المقبل كذلك التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها